بتمويل من الصندوق الوطني للإحصاء السكاني نظمت وزارة التدريب المهني والحرف ورشة عمل للمصادقة على تقرير دراسة الجدول لأنشطة الإحصاء السكاني لعام 2022 أثناء افتتاحها للورشة الأمينة العامة بوزارة التدريب المهني والحرف والمالية الصغيرة السيدة الدامة الرئيس إديجويلة تحدثت عن أهمية هذه الورشة التي تندرج في إطار دراسة وتقييم عمل اللجنة المكلفة بالإحصاء السكاني وذلك منذ عامين للخروج بوثيقة مرجعية يتم الموافقة عليها والجدير بالذكر عن ورشة العمل للمصادقة على تقارير دراسات الجدول تستمر لمدة يومين يخرج المشاركون بوثيقة مرجعية يتم الموافقة عليها ترجمة نانسي قنقر